عندنا في نباتات الهرمونات الانسوية في نباتات بتكبر السادي وبتعدل الدورة الهرمونية للستات زي مين زي مثلا النباتة المريمية فول الصوية كف مريم الحلبة السمسم النباتات دي كلها بتكبر السادي عند المرأة ومش بس كده وبتزبط لها الدورة الدموية وبتزبط لها لايه الدورة الشهرية لكن هل انا كراجل لو انا اخدت الهرمونات دي او خدت النباتات دي هتعمل فيها كده بالطبع لا بس انا باخدها باعتدال يعني كبيري في فلسوية معلقة كبيري في كف مريم قد معلقة صغيرة على كوبات ما يسخنة وبحطها مع عشاب تانية وهكذا مع كف مريم او الحلبة او السمسم انت ليك معلقة في اليوم لكن مش طوله النهارة تاكل سمسم وعلى فكرة الحلوة الطحنية دي ايه سمسم طيب يبقى مهم جدا ان احنا عارفين ان الهرموات الانسوية ما بتبوصي الرجال وبطلع لهم سادي والتاخن الا اذا اكسرت منها لكن يعني معلقة معلقة مش تعملك حاجة طيب عندنا قولون لا علاقة له بالجنس خطأ القولون لو اتمال غازات وانتفخ بيلهب الحوض فما بيعملش انتصاب ولو عمل انتصاب يبقى يعمل سرعة قزر مدومت انت تعبان ومنطقة الحوض ملتهبة والبطن ملتهبة الدنيا بايزة طب انا عايز اداء جنسي كويس يبقى نازم اكون جعان يبقى المعدة فاضية ولازم يكون اعمل براز والقولون فاضي او اعمل حوانا شارجية لو القولون فضي والمعدة فاضية انت اعظم انسان القولون فاضي والمعدة فاضي واضح القولون فاضي والمعدة فاضي القولون فيه غازات ومصائب ونيلة لا الدنيا باص ايه تاني عندنا كمان ان الاصلع اكثر زكاء واقوى جنسين واقدام مكتوب يعني في بعض الشائعات او المعلومات الخاطئة لكن بالدراسات يعني لا علاقة بين سقوط الشعر او ظهور الشعر وبين القول الجنسية او القول العقلي فيه ناس كتير قوي يعني بتعكس هذه القاعدة لكن فيه ناس بتؤمن بهذا لكن ده خطأ علمي ايه تاني عندنا بيقول ان هرمون التستيرون بيقاول عضلات ويقاول جنس هرمون التستيرون الطبيعي هرمون التستيرون اللي جوه الجسم اللي هو بيقوى بالنشاط والحركة والعمل هرمون التستيرون اللي موجود في جسمك اللي ربنا عمل ده فعلا بيقاول عضلات ويقاول جنس لكن لو انا خدت هرمون التستيرون كميات كبيرة خطأ يعني زي الناس اللي بعملوه في الجسم مثلا ها فيبقى اذا انا ممكن اقاول عضلات بس على حساب حاجات تانية بس انا هقولك فيه تحزيرات التحزير الاولاني انك لما تاخد تستيرون من برا انت بتضيع التستيرون بتاعك زي اللي بياخد انسولين من برا كتير ده اصلا ضرب لو عنده شهاد انسولين بتوع مش اشتغل فانا عايز اقولك انه ربنا اداني هرمون بتاخد من برا ليه زي بالزبط يا جماعة الناس اللي ايه عندها توصيلات عصبية وعنده حاجات بتشيل القلم اندورفنزو انكفرنزو كورتيزون طبيعي وكل ده كل ده ربنا خلقه جوايا لكن انا باعتمد على مسكن خارجي ترامدول افيون اوبيوم حاجات كده يبقى الموصلات بتاعتي بتتعطل وجهاز العصبي بيعتمد على المسكن الخارجي او المخدر الخارجي لدرجة ان او مخدس المخارجي المخدر الخارجي ما باعليش اشتغل انت خليت نفسك تعتمد على ايه على مخدر خارجي طب ليه بتخلي المخدر بتاعك تشتغل بتخلي اللي ربنا عمله فيك يشتغل فعشان كده بقول ان هرمون التلسلسلون الطبيعي اللي جوه الجز نعم يقوي العضلات ويقوي الجز ولكن التلسلسلون اللي تاخده من برا غلط وتاخده مع المشعرف ايه والمكملات وعليها هرمون وهيقوي ده ممكن يضرك كلام جميل وواضح كلام جميل اللي بعض كسرة القذف وممارسة العدس السرية بتضع في جزء ايوة في بعض الناس للأسف الشديد وربنا يسامحهم يعني ومش فاقول في كليات طب بيقول للشباب يعني ما تقفلش على نفسك وتقفش اعمل عدس سرية ورايح نفسك كلام ده مرضيش ربنا لانه كسرة ممارسة العدس السرية بتعمل سرعة قذف بتعمل ضعف وبتعمل كارسة كبيرة مش بس بتضعف النظر وبتضعف كزا انا يعني جاي يكشف عندي ولد بيقول لي والله العظيم انا كل ما واحدة بتيجي تشتري من عندنا هو مش عارف محل بلابس ولا في محل ايه بخش جوه وعمل عدس سرية واطلع من دروك عايز انام يعني ضايع وهو ما كاملش خمسة وعشرين سنة فهو كسرة ممارسة العدس السرية مش بقل تضعف الجنس تضعف الجسم تضعف النظر تضعف العضلات تعمل وخم وهن بيقول لك انا خدت بس هو العجل ما بقدرش ابدل بالعجلة انت ضيعت نفسك كده الشيء الزدع لحد انقلب الى ضد فما تسمعش كلام واحد يقول لك اه لا ده بتعمل وتعمل يا عم وبعد كده مش بقس بتضعف الجنس مش بقس بتضعف الجسم مش بقس بتضعف النظر لا ده بيجي الجوز ما بيعرفش يوم تعزوك لانه ما نشبع لشيء نشبع لي نعم دكتور حراك بتنصح دايما بعدم الاكل قبل العلاقة بالنسبة لبعد العلاقة هل افضل فيه نوعية اكل معاناة التاكل بسبب السائل المنو اللي خرج بالفيتامينات اللي فيها وكده شوف هقولك على حاجة احنا عندنا الاكل لما تكون انت جعان اه اول ما تاكل بتاكل اي حاجة سكرية يعني فاكهة اه اي مشروب سخن دافي لان ده بيدي طاقة سريعة وخاصة الناس اللي بيجي لها اصداع وبيجي لها ضعف وبيجي لها مشاكل يبقى لازم تشرب حاجة سخنة بسرعة يبقى المواد الطاقة اللي انت عاوزها فيها جلوكوز فيها سكر علشان انا محتاجه بسرعة بعد كده هناخد البروتين او ناخد الحاجة ما يفضلش ان انا بالليل مثلا لو الجماعة بالليل اخد حاجات معقدة يكفيني كوباية زبادي عليها معلقة عسل يكفيني كوباية عصير فواكه او صلطة فواكه يكفيني هذا ده لو انت عاوز تعويض سريع للطاقة لكن ما اقدرش اقول ان انا بعد الجماعة عايز بقى فراخ وحمام وهو ده اللي بيحصل للناس اللي هما بيتجوزوا يعني يقولك ده عروسة والعروسة دي جابي الله حمام وفراخ وبط ووزه عروسة بقى وطبعا العريس يأكل من هنا وبعدين ينام من هنا وما عندوش يعني اي طاقة من هنا طب من اللي عمل فيه كده زي ايه ولد بيذاكر او بنت بيذاكر وموة محضره له عشر سندة وتشات سندة وتشات بقى الشوار الموكب ده لا قل يا حبيبي عشان تعرفت ازاك بقى هو لو اكل الاكل ده يزاكر حرام عليك هو اللي بيأكل اكل كتير بيزاكر طيب برضو عايزين نصحح معلومة ان عدم الاحتلام او نزول السائل منوي اكتر من شهر ديار مرض نعم وياجب على الولد انه يتابع نفسه بهذا الكلام انا بقوم كل شهر مرة كل اسبوعين مرة بلاقي فيه سائل فيه الملابس الداخلية ده احتلام او ما اغتسل لو ما اغتسلتش ربنا يغضب عليك جنب في الشارع والجنبة دي كده بتنفر منك الملايكة تبقى ماشي كده الناس كلها بتنفر منك كسرت النظر الجنس الاخر تؤدي التهاب الورسات والتهاب الحد ايوة وخلي بالك من الحكاية دي دلوقتي قال تعالى كل المؤمنين يغضب الابصاري ويحفظ الفروجه وذلك اسكلة طيب انا لو اطلقت النظر يحصل ايه يحصل اشارات من العقل من المخ الى البيتوتريجلاند الى الغدة الى الخصة فتبتدي تلتهب وتبتدي تفرز هرمونات في الجسم هرمونات الجسم دي بتقوير رغبة الجنسية جده الرغبة الجنسية تزيد 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 انت عندك ثلاث احتمالات كل ما تتفرج على افلام جنسية ومشاهد عريانة اكتر سواء كان في المحلات في الشوارع في المحمول هقدامك ثلاث احتمالات الاحتمال الاولاني انك انت تعمل عدد السريا والاحتمال الثاني ان انت تنام محتقن فبقدرة ربنا تعمل احتلال والاحتمال التالت انك تدور على مصيبة عملة. يعني تازنين. شفت التلات مصايب? قلع من بعض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الانسان. كل المؤمنين يا جد ونفساري وحفظه الرابع. من فضلك ما تتكلمش مع البنات كتير. لا تليفون ولا زيب. من فضلك ما تطولش القاعدة قدام البنات. من فضلك لو سمع وعد بيسلم على واحدة ازايك? وازاي ماما? وازاي تيت? ازاي عمد? يا نهر اسود. انت جاب تعبان. انت اللي هتدفع التمن. انت اللي هتزعل. يعني انت لو طولت الكلام مع البنات. انت لو طولت الكلام او السلام او انت اللي هتتعم. وربنا انت اللي هتدفع التمن. فمهم جدا انت ما تكترش يعني. قل الونا يغضوا يغضوا. مرة مرتين خلاص اسر في نظرك. يعني جاءت امرأة وكانت محرمة والاحرام طبعا متكشفه الشاو كانت تسأل النبي وجعل العباس ينظر اليها فاخذ الرسول بواجه الى ناحية الاخرى. ما تبصش يعني. هي بتسأل بتعمل انا عادي. يعني زي ما هو بتكشفه وانا بكتب عندي حضرتك ايه عندي كزا 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 خلاص على خضر الضرورة بس. انما انت لا تصرف لانك لو اصرفت هتضيع.